يعني إيه سوبرانو؟ يعني إيه أداء أوبرالي؟ يعني إيه الفن المتميز اللي أنت متميزة في ده؟ نبتدي بسوبرانو ولا أوبرا؟ مثلا، بلتنين، يعني ده أو ده الأول أوكي، السوبرانو ده لما نقول دي حد صوتها سوبرانو مبدئين بكلمة تنطبق على النساء فقط فلما حد يبصوته سوبرانو معنات أنه صوته طبقته إلى حد ما عالية بالنسبة للستات ففي سوبرانو وبعد السوبرانو لو حننزل بنبرة الصوت لتحت في حاجة اسمها ماتزو سوبرانو ومش معنات أنه ما بيعرفش يطلع في نبرة مش عالية زي سوبرانو بس بيبقى لون أغمق شوية وعندك حاجة اسمها ألتو بلتو بنسبة للستات ده بقى اللي هو الصوت الرخيم الواطسي جداً مش بيطلع قوي زي السوبرانو والماتزو يمكن ويعني ما فيش حاجة بيعرف يعمل التلاتة صح؟ لا هو أصلاً ولا هتو ممكن تقدري تعملي التلاتة؟ حالي هاجة أنا مش أنا قادر أعمل التلاتة أنا قادر أعمل التلاتة بس أنا مصنفة كسوبرانو علشان صوتي مميز بيلمع في النبرة ودي بتبقى زي كزا نوتا كده في المزيكة نوة بتبين صوتي في أحسن حالاته هولاً لو قلتلك تقول لنا يعني التلاتة دول كده بالنبرة صوتك هتبقى بطريقة ممكن عملها لك بس هتبقى بطريقة بدقيقة جداً بس هديكي مثلاً يعني مثلاً لو حد لو واحدة مثلاً لو انت قادة في قاعدة واحدة مثلاً عملت صوت عامل زي كده لو احنا عايشين يعني في أو قاعدين في قاعدة ناس عارفة يعني فيها عن الأوبرا وعن الترمز اللي أنا بتكلم فيها دي سوبرانو وماتسو وسبرانو وكده هتقول لك انت سوبرانو ولا يعني هو ده صوت الصوت هو يعني فيه حاجة اسمها فيبراتو عارفة يعني إيه فيبراتو فيبراتو يعني لما الصوت يعمل عارفة لما يقعد يعمل كده زبزبات معينة في العربي عمرنا ما بنستخدمه لهي لو أنا غنيت مثلاً مش حارفة أم كلسوم لها لما تقول يا حبيبي تخيل لي لو واحدة سوبرانو هتغنيها هتقول يا حبيبي فيه عارفة بنسميها زي أبروتش كده جسماني كمان للجملة الموسيقية اللي بنغنيها اللي بيها لو غنتها بطريقة أوبرالية الناس اللي بتسمع أم كلسوم هتقول اي ده مش أم كلسوم خالص ده علشان قدي مثل يعني إيه سوبرانو ننسي صوتك احنا بنستخدم عضلات معينة في جسمنا علشان نعرف نغني كمان من غير ميكروفون بسوبرانو والمتسو وكل اللي تيمزي بقول لك دي بتغني من غير ميكروفون علشان احنا بنستخدم تكنيك معين يسمح لنا إن الزبزبات اللي احنا بنتكلم عليها دي تعرف كمان تعدي أوركسترا كامل ستين سبعين واحد من غير ميكروفون بس في الغنى العربي ثاني واحدة عشان دي معلومة بقى بصراحة بالنسبالي أنا مبهيرة من غير ميكروفون ده أولا دي فيها إبهار قصة لوحدها تاني حاجة إن صوتك يرتفع ويعدي أوركسترا فيها سبعين بنيات طبعا 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 بيعزفوا صوت العصف عالي فأنتي صوتك هيعدي كل ده ومن غير ميكروفون بس أنا طبعا بكلم في قاعة موسيقى فيها أكوستكس تسمح بهذا يعني مقدرش إن أنا أغني أوتدورز بره وفي الهوائل طلق وبعد كده أعتبر إن مش المحتاجة ميكروفون فأنا بكلم على القاعات الموسيقية المصممة بطريقة اللي أنا بحكي لك عليها دي مثلا إن الأوركسترا تبقى موجودة في البيت اللي هي ما بتبقاش على المسرح بتبقى تحت ومغني الأوبرا واقف وبيغني آه ده ساتوب يعني أو ده طريق تنظيم معينة مش طريق تنظيم دي قاعات الموسيقية بتبقى العازفية حتى هنا في الأوبرا يعني أنا في الأوبرا لو في الأوبرا القاهرة آه لو غنيت دور ومع أوركسترا أوبرا القاهرة آه مش هغنيه ميكروفون أوكي إنتي بتي يوقف على المسرح لوقتك والفرقة الموسيقية موجودة لازم في مكان آه يعني مش فاع إنتي أعلى منهم شوية في الأوبرا كده علشان إحنا بنا محتاجين مساحة المسرح علشان نعرف نمثل فانتي بتبقى حطة على المسرح وكده فالأوركسترا تبقى تحت بس هي لو جالا كونسرت بمعنى حفلة سيمفونية فالأوركسترا هيبقى على المسرح آه فعادي برضو ممكن بالنسبة لك عادي بتقدر يتغني كده آه آه عما نشوفناك كده في المتحف المسر بالضبط بس المتحف برضو كان مفتح فكان فيه ميكروفون عشان برضو أوضح إمتى بنحتاج ميكروفون وإمتى المتحف مش قاعة فالمتحف متحف مكان مفتوح ففي الأماكن اللي بيتعامل فيها حفلة فم أهرامات أي حتة أحيانا حلو قوي نحن نعمل حفلة في حتة تاريخية جوة مصر أو برا مصر بتبقى محتاجة ساوند سيستم محترم وميكروفون علشان تعرفي تزبطي الصوت عشان الناس فعلا تنبسط بس انتي لو جاية أي قاعة بتاعة موسيقى كلاسيكية في أي حتة في العالم إنكلودينغ الأوبرا بتاعتنا آه فلا مش مفروض تبقى محتاجة ميكروفون أو حت تبقى محتاجة له حتغني حاجات تانية غير أوبرا فما زي بس الأوبرا لا